تغييرات أمنية في مناصب رفعة بجهازي المخابرات والأمن الوطني في العراق يعلن عنها رئيس الحكومة محمد السوداني وتطال رئاسة جهاز الأمن الوطني ورئاسة جهاز المخابرات وتتمثل بنقل من كان في رئاسة هذه الأجهزة إلى ما يسمى مستشارية الأمن القومي المتحدث باسم السوداني سارع للترويج بأن هذه التغييرات جاءت بعيداً عن الأجندات السياسية أو الحزبية وتستهدف ضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة ادعاء ضحضه مصدر في لجنة الأمن البرلمانية حيث أكد المصدر أن ما جرى مجرد اتفاقات ومحاصصات تم فرضها على السوداني الذي لا يمكنه أن يجري أي تغييرات دون موافقة قوى الإطار التنسيقي لافتاً إلى أن جميع تلك الأسماء التي تم تسليمها مناصب جديدة مرتبطة بقوى وأحزاب سياسية معينة يضيف المصدر أن ما جرى عبارة عن عملية تدوير بين القوى السياسية ووفقاً لتفاهمات جرت فيما بينها وأن القرار الصادر هو مجرد إعلان وتطبيق رسمي للتفاهمات بين تلك القوى السوداني سبق وأن أقال رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي في خطوة تؤكد ما وصلت إليه المحاصصات بين الأحزاب في العراق حيث تتنافس والميليشيات على المناصب داخل المخابرات وما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب وخصوصاً بين الأجنحة السياسية لميليشيا العصائب وحزب الله ونور الماركي بعد حسم جهاز الأمن الوطني لصالح ميليشيا بدر التي يتزعمها هذه العامر ترجمة نانسي قنقر